اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من اليوم الخميس من مساء يوم الخميس حتى مساء يوم السبت القمر بكون موجود في الجوزاء عشان هيك الامور هاي كلها بتركز على مواضيع لها علاقة بالشراكة فبوسعكم تعزيز شراكتكم سواء في العمل او في العاطفة او ما بين الازواج هاي فترة صعبة وثقيلة خلال بتثقل خلال هالهموم والمسئوليات بسبب تقابل القمر معك في بيتك لا تنفعل وحاول الاضاءة على الايجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال بالفترة هاي عالج كل التطورات بموضوعية واعصاب باردة ما تتسرع في اتخاذ القرارات طبعا من مساء يوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بصير موجود في السرطان فعشان هيك بتنهمكو في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات ثم فرصة لمكسب مصدر شراكي او تعويض اتصرف بدون تباطؤ لتصحيح الاوضاع ولإعادة بعض الامور لنصابها حاذر مخالفة القوانين والتعليمات ما ترفض اي مساعدة من قبل الاخرين ممكن تعالج موضوع مالي او اداري بالفترة هاي من مساء يوم الاثنين وحتى فجر يوم الخميس القمر بصير موجود في الاسد فالفترة هاي بتصير ايجابية هذا بيتكم التاسع اللي له علاقة في امور لها علاقة بالسفر او الاتصالات البعيدة او الامور التعليمية او الامور القضايا او اشياء لها علاقة بالاستراد والتصدير هاي الفترة بتنشطوا فيها في اوراق السفر او معاملات او اشياء او اتصالات بعيدة ممكن تشارك في حملة او ورشة عمل تشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن في هاي الفترة بعضكم يسافر في رحلة او ممكن يفرح لانفراج او تسوي مهمة تهتم بهواية جديدة حيويتك عالية ومتحمس لمتابعة المساعي وكمان القدرة عندك على التواصل مع المحيط بتكون عالية جدا من فجر يوم الخميس وحتى فجر يوم السبت القمر بصير موجود في العذراء بوسعكم المحافظة على سمعتكم وانجازاتكم القائمة في مجال العمل يوم او فترة مناسبة للي بيبحث عن عمل اهمش انك ما تجازف بسمعتك او حتى باستقرار وظيفتك اتجنب التصرف الارتجالي ركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لعمل اخر ونظم اعمالك عشان تكون او يكون عندك القدرة على انجازها بشكل كامل هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد ان تكونوا وحفظه اشهد ان تكونوا وحفظه اشتركوا في القناة